درواتي مشاهدينا الساعة 8 بتوقيت القاهرة معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة اتفضل يا هالة شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها مع اختراب شهر رمضان المبارك كما وجه الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلانيمير بوتين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين وجهت الخارجية الروسية الشكرى لمصر على مساعدتها في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة وخلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف بالسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري تناول اللقاء التركيز بشكل أساسي على تطورات الوضع في قطاع غزة خاصة الوضع الإنساني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف وأشارت الصحة الفلسطينية إلى اندلاع حريق داخل قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدفها وحسب شهود من قطاع غزة تدور اشتباكات عنيفة وقوية بمحيط مستشفى الشفاء في الوقت نفسه استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات ليلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمدينة غزة وكذلك بمحور جنوب غزة بذلك يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 11.320 شهيدا بينهم 4.650 طفلا و3.145 امرأة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لخمسة وخمسين هجوما خلال الشهر الماضي وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ إن الهجمات أصفرت عن إصابة 59 جنديا وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصاعدا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي التقط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالطائفة الإنجلية برئاسة الدكتور القس أندري زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر خلال اللقاء أعرب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عن تقديره لدور الطائفة الإنجلية الوطني والبارز في جميع المواقف الوطنية التي مرت بها مصر فضلا عن دورهم المجتمعي البارز من جانبه أكد رئيس الطائفة الإنجلية أن الدولة لعبت دورا كبيرا في تقنين أوضاع الكنائس مواضحا قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم التقى رئيس الحزب المصري ديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة فريد زهران بالدكتور حسان بدراوي وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبادلت طرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرئيس المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها فريد زهران حملته الانتخابية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل